اهلا بكم طالبات وطالبات مدرسة المنتزق الخاصة الصف الرابع الابتدائي معيكم ياسمونيكا مادة الدراسات الاجتماعية ومعادنا النهاردة مع مراجعة رقم 5 السؤال الاول بيقولك اكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات تمديك اختيارات الجرسون المياه السباحة التربة الرغبات مصر اولية وسانوية السؤال الاول بيقولك استخدام الروبوتات لتقديم الطعام في بعض المطاعم يهدد مهنة الجرسون رقم 2 البرديات التي وجدت في مجبر التوت عن خامون تعد مصادر اولية رقم 3 البنك الذي تم انشاؤه لتمويل المشروعات الوطنية عام 1920 هو بنك مصر سؤال رقم 4 الاشياء التي من الجيد الحصول عليها ولكنك تستطيع العيش بدونها هي الرغبات رقم 5 الاسراف في رش المبيدات الحشرية على النباتات يؤدي الى تلوس التربة رقم 6 القاء المصانع مخلفاتها السائلة في نهر النيل يؤدي الى تلوس المية السؤال اللي بعد كده ما العلاقة بين الحرف التراثية وحماية البيئة هنقول لحماية البيئة تستخدم بعض المخلفات في بعض الصناعات والحرف التراثية السؤال اللي بعده تعتبر من في اول عاصمة لمصر الموحدة في زمن الملك مينة وموقعها حاليا قرية ميت رهينة الوقاع جنوب القاهرة قرب منطقة سكارة اكرأ الفقرة ثم استخرج منها احدى الحقائق التاريخية هنقول الحقيقة الاولى ان من في اول عاصمة لمصر الموحدة في زمن الملك مينة والحقيقة الثانية ان موقع مدينة من في الحالي هو قرية ميت رهينة جنوب القاهرة قرب سكارة السؤال اللي بعده اكتب كلمة ثواب امام العبارات الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارات غير الصحيحة رقم 1 كريت هي مساحة من اليابس يحيط بها الماء من جميع الجهات لذلك فهي شبه جزيرة الاجابة خطأ سؤال رقم 2 نجح احمد فيها للدخار بعدما انفق امواله في شراء الزهب الاجابة خطأ رقم 3 موقع مصر يجعلها معبرا مهما لقارة اسيا الاجابة صح رقم 4 يوجد اوجه تشابه بين البريد المصري والبنوكة المصرية الاجابة صح رقم 5 لقب محمد طلعت باشا حرب بيقابوا الاقتصاد المصري الاجابة صح رقم 6 اقر طا حسين حق التعليم المجاني لكل المصريين الاجابة صح السؤال رقم بي حدد الخطوات التي تستخدمها لتقييم المعلومات هنقول معرفة المؤلف وتخصصه وهلشارك فيه الحدث ام لا معرفة هدف المؤلف من كتابة النص مقارنة المعلومات بالمصدر بمصدر اخر للتأكد من صحتها السؤال اللي بعده ما رأيك في قيام بعد زملائك بعمل حملة لتجميل المدرسة اثناء الاجهزة الاسبوعية ولماذا؟ هنقول هذا تصرف جيد لانه بيؤدي الى الحفاظ على البيئة وتجملها السؤال اللي بعده اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم 1 احدى السلع التي يرغب العديد من المواطنين فيه شرائها هي ومديك اختيارات التعليم السحة السيارات الامن هتكون الاجابة السيارات رقم 2 احدى الحاجات المهمة للانسان ولا يستطيع الاستغناء عنها هي مديك اختيارات المسكن السيارة التليفون المطاعم هتكون الاجابة المسكن رقم 3 احدى المشكلات التي تتعرض لها التربة الزراعية بمصر هي ومديك اختيارات عوادم السيارات تجريف التربة دخان المصانع اهدار المياه هتكون الاجابة تجريف التربة رقم 4 قرية جراح بمحافظة دقاهلية احدى القرارات المشهورة بصناعة ومديك اختيارات السجاد اليدوي الزغرفة الزجاج الخوص هتكون الاجابة الزجاج رقم 5 نقيس اتجاه الرياح باستخدام ومديك اختيارات الانيمومتر البارومتر الترمومتر جورة بالرياح هتكون الاجابة جورة بالرياح رقم 6 اهم ممر ملاحي عالمي يربط بين البحرين الاحمر والمتوسطة هتكون الاجابة قناة السويس السؤال اللي بعده سيل من العمود الف ما ينسبه من العمود ب رقم 1 الرسم المعبر عن مواقع السطح في ايطاليا باستخدام الالوان والرموز يسمى ومديك اختشارات في عمود ب السلع الخدمات رغبات خريطة تل هتكون الاجابة خريطة مع دل رقم 2 اللحوم والخضروات التي تشتريها من السوق هتكون الف تعتبر سلع رقم 3 أرض مرتفعة قليلا ولها قمة يقل ارتفاعها عن 1000 متر هتكون الاجابة هي التل رقم 4 عمل موجه لتلبية حاجات او رغبات المواطنين هتكون الاجابة بالخدمات السؤال اللي بعده اكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات ومديك اختشارات مصر موصوك منه واجباتك غير موصوك منه السهل الفيدي الأنيمومت الأيام ويدوارة الرياح السؤال الاول بيقول لك الاراضي الواقع على جانبي نهر الفرات وتتكون من رواسبه يسمى السهل الفيدي رقم 2 مساعدتك لاختك في ترتيب حجرتها يعد من واجباتك رقم 3 ألف الأديب طوح حسين كتاب الأيام رقم 4 أسس الاقتصادي محمد طلعت باشا حرب بنك مصر رقم 5 زكر مصدر غير معروف على مواقع التواصل الاجتماعي وقوع حادث سير على إحدى الطرق فإنك ترى هذا الخبر غير موصوك منه سؤال رقم 6 تستخدم في قياس سرعة الرياح جهاز الأنيمومتر السؤال اللي بعده اكتب كلمة ثواب أمام العبارات الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارات غير الصحيحة رقم 1 التقاط صورة لقناة السويس من الطائرة يعد صورة فضائية الإجابة خطأ رقم 2 رقب أحمد المواصلات ودفع الأجرى وبالتالي فقد اشترى سلعة الإجابة خطأ رقم 3 يقع جبل العوينات جنوب غرب مصر الإجابة صواب رقم 4 يوجد أوجه تشابه بين البريدة المصر والبنوك المصرية الإجابة صواب رقم 5 محطة الزعفرانة لتوليد الكهرباء من الرياح يعد محطة لتوليد الطاقة غير المتجددة الإجابة خطأ رقم 6 ساعد التقدم التكنولوجي في اختفاء بعد المهن وزهور مهن أخرى لم تكن موجودة الإجابة صواب سؤال اللي بعده اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم 1 كلما قل الاستهلاك زاد الادخار وزاد الاستثمار وازدهر الاقتصاد تطبق هذه القاعدة الاقتصادية عندما أقوم به هتكون الإجابة انفاقي لجزء بسيط من المال والدخار الباقي رقم 2 قيام حسن بشراء منزل لأسرته يعد من من اختيج اختيارات الحاجات الرغبات الادخار الاستثمار هتكون الإجابة الحاجات رقم 3 المصدر الاولي هو كل ما يتم نقشه أو تدوينه من قبل أشخاص عصر الحدث منها الكتب الموسعات الصور المقالات هتكون الإجابة الصور رقم 4 احدى القيامة الجبلية بالسحراء المصرية تسمى مديك اختيارات الجولف المقتم سانت كاترين القطارة هتكون الإجابة سانت كاترين سؤال رقم 5 احدى مصادر الطاقة الحفرية المتوفرة في مصر هي ومديك اختيارات الحديد البترول لنحاس المنجنيز هتكون الإجابة البترول رقم 6 تستطيع المساهمة في دعم الاقتصاد المصري من خلال الانفاق الادخار لاستهلاك الاسراف هتكون الإجابة الادخار السؤال اللي بعده سلم العمود ألف ما يناسبه من العمود بيه السؤال الاول كاميرات التليفون المحمول تعد بدينا لمهنة تمديك اختيارات مناخا المصور أفريكيا تقصن حقوقه هتكون الإجابة مع بيه المصور رقم 2 قيصة درجة الحرارة اليوم في محافظتك في وجهة 35 وهذا يعد هتكون الإجابة دال تقصن سؤال رقم 3 الرعاية الصحية والأسرية للتفل تعد احدى هتكون الإجابة مع هي حقوقه رقم 4 تقع مصر في قارة هتكون الإجابة مع جيم قارة أفريكيا وبكده نكون انتهينا من المراجعة شكراً لكم سنة ربعة